السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هذه الشريحة المهمة والتي تحافظ على توازن الاقتصاد والامن الغذائي في العراق وقال العصات في بيان نتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعلاء الجبوري وزير التجارة وذلك لتعاونهم بصنف مستحقات البلاحين المسوقين للحبوب واطلاق مبلغ 500 مليار دينار سيتم توزيعها بالتساوي على جميع المحافظات واضاف اننا نثمن ونثني على التعاون المثمر الذي ابداه وزير التجارة في سبيل ايصال هذه المبالغ للفلاحين مبينا ان الفلاح بامس الحاجة لهذه المبالغ من اجل استمرارية العملية الزراعية والتي تحصل بواقع موسمين الموسم الشتوي والصيفي وتابع العصات ان رئاسة الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لن تتدخر جهدا ابدا بالمطالبة بحقوق الفلاحين وانها ستبقى الصوت الصادح لهذه الشريحة المهمة التي تحافظ على التوازن الاقتصادي والامن الغذائي للعراق كما وجه العصاد الفلاحين لمحصول الحنطة للموسم الزراعي 2019-2020 لمراجع الاسلام واستحقاتهم المالية بحسب البيان